بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا باحبابنا بالمتابعين قناة بنورامة للاعمال الخشبية كل عام وحضراتكم بخير معنا النهاردة ان شاء الله بنقطع جديد لركنة بشكل جديد ومختلف عن اللي بنشتغل كل مرة الركنة المرادة اليدات الخاصة بالركنة المدهونة لون شامبانيا اللي هو العليمين زي ما حقكم شايفين ده اليد ديا واليد الشمال برضو مدهونة شامبانيا لونها طبعا كوحلي سادة التكهات زي ما حقكم شايفين مشجرة ويدا الكرمة او الكابوتينيه عاملين فيها خط برض اصفر علشان يأكل برضو مع اللون زي ما حقكم شايفين كده الرجلين بتاعتها معمولة نظام خشب مدهون اهي ده الريلين معمولة خشب مدهون ورفعها عن الارض خالص المرادة الركنة مرفعها عن الارض حوالي 10-12 سنت تقريبا ده اليد دي يد مدهونة اهيت تمام عكس اللي بنعملها كل مرة اللي بنعملها كل مرة بتقام متنجدة لكن دي متنجدة والوش بتاعها مدهون دي تكهات برضو دي التربيزة معمولة برضو ازاز اه اه ان شاء الله يوات دي ازاز نشوم اه انظر طبيعي اه طبعا بقى التربيزات اللي هي القماش اه التاكليدية دي ما عملتش بعملها خالص انا عن نفس ما بحبهاش التربيزة طبعا مدهونة شمبانية نفس اللون الرجول واليدات اللي برضو احنا مدخلين فيها تاكيات اه اه صفرة علشان لون اصفر علشان برضو تمشي مع المشروع مع بعض ودي الرجنة من على بيد طبعا هو بس العفش العروسة كان مستف فالتصوير كان يعني كان عندنا مش كاف التصوير بس لان المكان ديء ان شاء الله يعني الرجنة ما شاء الله فيها شغلة عالية اوي رجنة ما شاء الله ما شاء الله من كل شيء يعني اول حاجة التنظيم اليدات اللي هي المدهونة دي جميلة جدا بتبجي شكل او بتبقى كمان بتحفظ اليد يعني اليد المدهونة الخشب ديت بتحفظ اليد من التريح لان ما يكون اليد متنجدة كلها احنا بتريح لكن ده بحفظة متريح دي الزاوية هين معمولة برضو دوران طبعا الضهر مش عالي عشان يرايح الضهر يعني الناس مفكرة ان الضهر الرجنة ما يكون عالي برايح الضهر لا العكس الضهر الرجنة ما يكون مساوي ضهرك ما يبقاش وصل الدماغ بيبقى احسن وطبعا الكابوتينية برضو احنا متعودين دايما بنحط في الكابوتينية الضراير نيكل برضو عشان تدي شكل بعض الناس بيشتكي يعني بول ان الضراير دي مع الوقت بتصدي هي مش بتصدي هي طبعا البخار والرطوبة اللي تقاف الشقة هي اللي بتغطيها فممكن بتغير بسهولة يعني حتى انت لو هي غيرت بتغير بسهولة طبعا الرجنة دي معمولة اسفنج كاسفة 35 معمول قماش جاكور تقيل الجاكور اللي هو تقيل المحمل مش الخفيف حتى لو ملاحظين تلاقيه تقيل عمزة القطيفة كده تقيل الجاكور الكسافة الاسفنج زي ما قلت حاكل هو اللي في الشلطة 35 الاسفنج بقى اللي في الظهر يعملينه 5 سنتي برضو عشان يباين الكرمة لان طبعا لو اقل من 4 سنتي او 5 سنتي بقى الشكل حلو في الكرمة كمان بقى عندنا الكنب بعملينه قطع صغار عشان برضو التطليع على السلالم لان الرجنة لو كبيرة قوي الرجنة لو كبيرة قوي الرجنة لو كبيرة قوي بتقبل مشكلة في السلالم ومزة الاماكن الدايئة يعني فديه يعني احنا مقسمنا خمس قطع الزاوية و قطعتين شمال و قطعتين يوين اه ده اول قطع ايات اللي انا بقرب منها ايان ده اول قطع ايه ده لو لاحظتوا فيه فاصل اهوان في الاسفنج هصوروا لحضراتكم اهوان فيه فاصل اهوان ده اول كنبة ايات حوالي 140 سنتي تقريبا او 130 سنتي او ده الفاصل اهو اللي عليه المخدة ده طبعا احنا بندريب المخدة عشان التصوير اصلا بقى شباين بفضل الله يعني بنبقى حاكمين المكان جدا و ده الزاوية و ده الكنبة الثالثة ايان و الكنبة الخمسة شكلها جميل قوي و شكل جديد برضو مختلف القماشة برضو مشجرة مديها شكلها و راونك جميل بصراحة ي مستني حضراكو في التعليقات تكتبولي طبعا السعر بختلف لان الاسفنج كان في الفترة اللي فاتتها لي قوي فلا ما بيعرفش اقول اسعار لان الاسعار مش سابتة هو كان اخر سعر بنشتغل عليه الرهنة في المترة ليزيده بيعملوه في حدود 1750 جنين او ممكن تنزل لو الاسفنج رائح ممكن تطلع لأول اسفنج طلع الاسفنج زايد حوالي 7% في الفترة الاخيرة تمام وده على فكرة اليدات دي مدهونة دوكو دوكو برده عشان ايه متغيرش ولا تجنزر ان شاء الله برده وفي النهاية يعني بتمنى لكم مشاهدة ممتعة واكتبوا لي في التعليقات لو في اي تعليق او اي شيء لو في سؤال عن الاسفنج او الخشب او اي شيء اكتبوا لي وكن سعيد بكم جدا اي ما تنسونوش في اللايك والتعليقات يا حبيبنا والماشتراكش لسه يشترك معنا وشرفنا بالاشتراك ان شاء الله تساعد بكل جديد بنقدمه اي وفي النهاية لا اعملك الا ان اقول لكم السلام عليكم وفي رعاية اجلاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة